اشتركوا في القناة الردع الايراني من البئر اللبنانية والاستنزاف الاسرائيلي الى المواجهة المباشرة سوريا تكبح مخدراتها حدوديا والكريستال يغزو الرقا اهلا بكم مشاهدين بعد شد وجذب وتأجيل اعلن وزير الحرب الاسرائيلية بني جانس عن القرار المعقد والمؤلم حسب قوله قدم استقالته من حكومة الطوارئ التي شكلها رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو لتنسحب بذلك القوة الوحيدة التي تنتمي لتيار الوسط في الاتلاف اليمين المتطرف الذي يقوده نتنياهو وسط الحرب المستمرة منذ اشهر على قطاع غزة واعتبر ان نتنياهو بصدد الفشل في الحرب ضد حماس في غزة داعيا الى اجراء انتخابات مبكرة قائلا يجب ان تجر انتخابات تؤدي في نهاية المطاف الى تشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات نتنياهو في اول تعليق على استقالة جانس قال ان الوقت ليس الملائم لترك الجبهة مضيفا ان اسرائيل ستواصل الحرب حتى القضاء على حماس واستعادة المحتجزين وعقب استقالة جانس اعلن جاديزن كاونت الوزير الثاني عن حزب جانس الانسحابة من حكومة الحرب الاسرائيلية مضيفا ان الاعتبارات الشخصية والسياسية تدخلت في صنع القرار بالحكومة فيما اعلن وزير الامن القومي الاسرائيلي اليمين المتطرف اتمر بن كفير نهو طالب رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو بضمه الى حكومة الحرب بعد استقالة بن جانس وزير المالية الاسرائيلي بسلايل سموتريتش اعتبر انصحاب بن جانس من الحكومة بانه خطوة غير مسؤولة قائلا ان هذا ما هدف له السنوار ونصر الله وايران بحد تعبيره للأسف نتنياهو منع تحقيق الانتصار الحاسم بسبب مصالحه الشخصية ولذلك فان اغادر اليوم وانسحبوا من حكومة الطوارئ اقولها بألم ولكن بقناعة نحن ننضم الى معركة ضمان مستقبل اسرائيل لاجهال مقبلة ولضمان انتصار حاسم يجب الذهاب الى انتخابات تؤدي الى تشكيل حكومة يثق فيها الشعب وطالب نتنياهو بتحديد موعد انتخابات وعلينا اقامة لجنة تحقيق رسمية لحمايتنا من الاخفاقات في المستقبل اذا انسحب غانتس ومعه تتصاعد الخلافات داخل حكومة الحرب الاسرائيلية يحاول نتنياهو الحفاظ عليها بحجة الوحدة التي تحتاجها اسرائيل في هذه الظروف لكن استقالة غانتس وخروج حزبه لن تؤثر على حكومة نتنياهو بحسب مصادر الحدث لانها ستعود للاستناد الى ائتلافها الاصلي من 24 نائبا لكن المأزق الحقيقي لنتنياهو يكمن في امرين الاول في مجلس الحرب الذي قد يفضل نتنياهو حله على دخول بنكذير واسموتريتش المتطرفين اليه اما المأزق الثاني فهو بعرقلة التقدم على صعيد صفقة التبادل مع حماس ففي ظل المحكمة الدولية ومذكرات الاعتقال والاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطينية ستوصد الابواب اكثر امام اسرائيل باعتبار ان غانتس يشكل همزة الوصل مع امريكا والعالم من الناصرة مشاهدين ينضم الينا الكاتب السحفي المتخصص في شؤون الاسرائيلية نظير مجلي اهلا وسهلا بك سيد نظير معنا في التاسعة عشرة الاستقالة لم تكن مفاجئة ولكن هل ستتوقف ردود الفعل عند هذا الحد وما مدى تأثيرها ليس في حكومة الحرب وانما على الرأي العام في اسرائيل مرحبا بك يا عزيزة مرية والاقوة المشاهدين ومشاهدات واضح انها ستجري أزة كبيرة في الحياة السياسية في اسرائيل وفي الشارع الاسرائيلي بدون شك الشعور هو ان هذه الخطوة متأخرة خمسة شهور على الاقل حتى حسب تصريحات جانس قال انه بعد شهرين من دخوله الى الحكومة بدأت تتغير السياسة وطريقة اتخاذ القرارات ولذلك بدأ يعاني تحمل كل هذه الشهور وكان يبث الرسائل للجمهور الاسرائيلي ويتلقى ايضا الرسائل من الجمهور نفسه الذي تعب من هذه الحكومة ويشعر انها لا تؤدي دورها بالشكل اللازم وان قادتها بالاساس يهتمون بمصالحهم الشخصية والحزبية كان ذلك نتنياهو او اليمين المتطرف من حوله والجمهور الاسرائيلي الذي خرج امس محتفلا بتحرير الرهائن وجدناه بعد الظهر يطالب باستقالة الحكومة والسبب في ذلك انه بدأوا يستوعبون ان حتى قضية تحرير الرهائن الاربعة ستستخدم من قبل نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة من اجل المزيد من الاستمرار في الحرب والمزيد من العمليات التي تبنى على اساس اطلاق صراح الاسرة بالقوة هذا كله تكون اجواء لا تتيح لجانس ابدا البقاء في هذه الحكومة وكما قال هو الان ركز على عدد من القضايا المهمة التي تشير الى الاتجاه القادم فيه طيب سيد نظير يعني الان بعد هذه الاستقالة وردود الفعل بدأ سموتريتش وبنكفير وكأنهم يقفزان على هذه المناسبة انصحاء التعبير وبالتالي هل سيرضخ في الاخير نتنياهو الى ادخالهما في حكومة الحرب ام سيتجه نحو حل الحكومة نتنياهو يذهب باتجاه كما يبدو حل مجلس الحرب والان لم يعد بحاجة الى مجلس الحرب اصلا فكرة مجلس الحربية فكرة جديدة في اسرائيل وتمت اقامتها فقط من اجل استيعاب غانس وايزنكوت واعطائهما مكانة محترمة في الحكومة الوحدة لانهما لم يطالبا باي وزارة ولم يكون لهم اية وزارة كانت لهم فقط عضوية مجلس الحرب ولهذا الاحتمال الاكبر هو ان يحل هذا المجلس لان بنكفير وسموتريتش متطرفان وهو يعرف ذلك يعرف جيدا ولديهما خطط مختلفة تماما في كل قضية الحرب ويريدان حربا في الدخط الغربية وحربا في لبنان ولا يعتقد ان نتنياهو بسهولة من الممكن ان ينجرق وراء هذا التوجه ولكن مهم ان نرى كيف سموتريتش وهو اذكى قليلا من بنكفير حالا توجه الى احزاب اخرى صريونية لكي تنضم الى هذه الحكومة ويعرف جيدا ان انسحاب جانس وحزبه من الحكومة سيؤدي الى مشكلة مشكلة جدية لاسرائيل بل مأزق سياسي خارجي وداخل ولهذا يبحثون الان عن حلفاء اخرين يدخلون الى الحكومة لانه اذا لم يحدث هذا ربما لا تسقط الحكومة الان ولكن الطريق لسقوطها عن طريق المظاهرات الغاضبة الجماهيرية والعزلة الدولية الاكتر وربما مواقف امريكية مختلفة كل هذا يهدد بان تسقط الحكومة بطريقة اخرى اكشد قسوة ووطأة في استخدام طيب سيد نظير يعني البعض يقول بانه زال العبء الان على نتنياهو خاصة وانه كان هناك اتهامات لغانس بانه يقود جولات ورحلات الى واشنطن وحتى نجح في تغيير رأي الادارة الامريكية بشأن السياسة التي ينتهجها نتنياهو هل زال العبء فعليا ام انه سنربما توجهات احادية ربما زال العبء من طاولته ولكنه لم يزل من المحيط والجو الذي يعيش فيه لان الادارة الامريكية معروفة انها كانت على تنسيق تام مع غانس وغانس هو اقرب منها الى نتنياهو والكثير من القرارات الامريكية اتخذت بفضل تأثيرات غانس والقرارات الاسرائيلية اتخذت بفضل التأثير الامريكي ولهذا يعني قد يكون العبء الداخلي زال لكن العبء الخارجي سيتضاعف على نتنياهو وعلى حكومته وعلى اسرائيل كلها يعني المشكلة الكبرى التي تعانيها اسرائيلية في مأزر جدي وعندما نتحدث عن نوزة الدولية المواطن الاسرائيلي العادي البسيط الذي يغادر ويذهب الى مطار في دولة معينة يشعر فورا بانه منبوط كاسرائيلي وهذا اصحاب العمل اصحاب الشركات الاكاديميون الباحثون الجميع يشكوا من هذه الاجواء وهذه ستشتد بالتأكيد طيب ستتأثر المفاوضات بغياب غانس سيد نظير خاصة بان ينظر اليه بانه ربما الشخصية اللينة نوعا ما مقارنة بنتنياهو تحدثنا ربما مع الولايات المتحدة الامريكية مع الدول الاوروبية ام سيعمل ناتنياهو على تغيير هذه الصورة صورة الفشل فشل مجلس الحرب بخروج غانس وبالتالي سينتهج سياسة الليونة هو ايضا اولا لكي لا يأخذ احد انتباعا مختلفا عما تتفضلين به وتحدث به غانس هو شريك في الحرب شريك في الكثير من الجرائم والمجازر التي نفذت في قطاع غزة واذا كان من اختلاف بينه وبين ناتنياهو فهو انه يفضل الان وقف الحرب والذهاب الى صفته هذا امر ومن جهة اخرى يفضل ان يكون لاسرائيل دور مركزي ايجابي في الفكرة الامريكية العربية ولكن سيد نظير اسمح لي ويبدو كأنه متيقن بان ناتنياهو لا يستطيع القضاء على حماس ربما هذه النقطة التي ايضا لا يتقاطع فيها معه نعم ولكن القضاء على حماس عند غانس مبني على طريقة اخرى ليس بالضرورة اولا لا يؤمن بالقضاء التام على حماس هو يؤمن بالقضاء على حكم حماس وهو يتفق مع الامريكيين في ذلك ويتفق ايضا مع القوى اقليمية عربية بان لكي تحارب حماس اخلق بديلا عن سياستها هو البديل هو بديل سياسي بديل سلام والعرب يقدمون لك عرضا سخية بان يقيموا سلاما شاملا بين كل الدول العربية واسرائيل وغالبية الدول الاسلامية ايضا شرط ان توافق على دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل هذا يفتح افاق تاريخية لاسرائيل ولكن جانس يؤيدها ويمستعد للذهاب معه وتحدث اليوم عندما قدم استقالته تحدث ايضا عن هذا الجانب بينما نتنياهو يريد ذلك ولكن من دون ثمن من دون دولة ومن دون اي عملية سلام حقيقية وهذا هو فرق جوهري بينهما وهذا يعكس الامر على الشارع الاسرائيلي واحد يأخذ اسرائيل الى ظلام تام وحرب مستمرة وحرب جنونية بعد الشكل وواحد يريد ان يستفيد من الحرب بكل قسوة وبالتالي في الاخير الغلبة لمن اذا ما تحدثنا عن التكتل تكتل المعارضة مع لابيد والذي ينتظر ان ينضم اليه جانس هنا علينا ان ننتظر كيف تدار هذه المعركة المعارضة الاسرائيلية هي احدى مصائب اسرائيل لانها لا تعرف ان تكون موحدة ولا تضع برنامج سياسي شجاع وجريء امام المواطنين ولا تكافح بشكل مثابر من اجل تسقاط نتنياهو بالطريقة اللازمة وفي بعض الاحيان يقعون في مطبات نتنياهو ويكونوا جزء من المسيضة التي يطرحها نتنياهو مثل ما حصل لجانس ولهذا اذا استطاعت المعارضة ان تدير المعركة بالشكل السليم بالشكل المرتب والمنظم الذي قدمه جانس مثلا اليوم من الممكن ان تتقدم فعلا وجماهيريا وتحرز هذا النصر لكن علينا ان ننتبه اسرائيل اليوم هي يمينية بطبع العام زادت يمينية في الحرب ولذلك تحتاج الى خطاب فيها افاق سياسية من دور ان تتنازل عن الاجواء اليمنية بالشارع ويتقن ذلك جانس في الوقت الحاضر لكن لا ادري كيف سيقبل بين صفو المعارضة في الايام القادمة اشكرك جزيلا شكر كنت معنا من الناصرة الكاتب السحفي المتخصص في الشؤون الاسرائيلية نظير مجلي التاسعة عشرة مستمرة وفيها ايضا بعد مستنقع غزة ايران تلجأ الى البئر اللبنانية يتعرض معظم سكان الارض لاتقلبات جوية حيث الاعصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة فتسببت بوافاة وتهجير الملايين واضرار اقتصادية هائلة ففي كل لحظة هناك اناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم بل نحاول جاهدين ان نبحث في كيفية ايجاد الحلول لمواجهة هذه الازمة العالمية مع الخبراء والمختصين اشتركوا في القناة في قرارات قادة وفي مصائر دول لان لكم خبر تداعيته تابع الحلق في مكانه وزمانه اهلا بكم مجدداً دان مجلس التعاون الخليجي الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة على لبنان واستهدافها للمدنيين والمسعفين والصحفيين في انتهاك صريح لقرار مجلس الامر رقم 1701 واكد بيان المجلس على اهمية تنفيذ اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة في لبنان تضمن تغلبه على الازمة الحالية وشدد البيان الوزري على دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان التي اكدت على اهمية اجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية في اسرع وقت وحث البيان على ضرورة منع تحول لبنان الى نقطة انطلاق للارهابيين او تهريب للمخدرات او الانشطة الاجرامية التي تهدد امن واستقرار المنطقة مؤكدا على ضرورة فرض الحكومة اللبنانية سيطرتها على جميع الاراضي اللبنانية وتنفيذ احكام قرارات مجلس الامن ذات الصلة واتفاق الطائف في الوقت الذي تتكثف المساعد الدولية للتهدئة جنوب لبنان حذر وزير الخارجية الايران بالانبع لباقري اسرائيل السقوط من المستنقع في غزة الى البئر اللبنانية حسب تعبيره وهدد باقري في مقابلة تلفزيونية الابيب في حال توسعة الحرب مع حزب الله الى حرب شاملة في لبنان واكد باقري ان بلادهم ملتزمة باستخدام قوتها لخلق ردع ضد اسرائيل في ظل الظروف غير المستقرة بالمنطقة הרבה طילים עכשיו نפלו مقابل التصعيد العسكري الذي يقوده حزب الله في الجبهة الشمالية مع اسرائيل يأتي الدعم الكلام من ايران على لسان وزير خارجيتها بالوكالة على باقري اثناء زيارته تركيا باقري الذي شبه غزة بالمستنقع ولبنان بالبئر التي ستبتلع اسرائيل بحسب وصفه جدد التحذير لتل ابيب في حال قرر الجيش الاسرائيلي توسيع حربه مع حزب الله لكن التحذير الايراني اعتبره محللون امرا علنيا لحزب الله بمزيد من التصعيد الميداني اذ اعتبر مصدر سياسي لبناني للحدث ان التصريح الايراني ورغم انه لم يحمل موقفا جديدا الا انه بمثابة عصة في عجلة المساعي الرامية لتجنيب لبنان حربا واسعة مع اسرائيل ويستحضر المصدر نفسه حرب 2006 التي قضت على مقدرات لبنان ودمرت بنيته التحتية متسائلا عن دور طهران باعادة الاعمار حينها اذ دفعت ايران حزب الله لجر لبنان الى تلك الحرب وتركته يلملم الخسائر وحيدا مستنجدا بالدول العربية التي اعادت اعمار المناطق اللبنانية بحسب المصدر واليوم يعيد التاريخ نفسه ففي حين يطالب اللبنانيون تجنيبهم مزيدا من الويلات في ظل الضائق الاقتصادية تستخدم ايران لبنان منطلقا لتصفية حساباتها مع اسرائيل يختم المصدر حرب استنزاف وتجاوز للخطوط الحمر والحل حرب مباشرة مع حزب الله هكذا توقعت اوساط اسرائيلية ان تغير الحكومة سياستها وتتجه لحرب مباشرة مع حزب الله لعدة اسباب اولها التمرص من حرب الاستنزاف مع الحزب الذي وسع دائرة اهدافه مجبرا اسرائيل تخصيص جزء كبير من قدراتها العسكرية للشمال بالاضافة الى خلق ضغوط دولية على اسرائيل وقف الحرب في غزة كما اعتبرت الاوساط الاسرائيلية ان لا شيء يمنع حزب الله من تنفيذ هجوم مماثل للسابع من اكتوبر وان الخسائر الكبيرة بالممتلكات والارواح جراء قصف حزب الله ومعاناة المستوطنين النازحين من المستوطنات الشمالية بالاضافة لتحول السياسة الغربية تجاه لبنان من الاستعاب الى محاولة تبديد خطر حزب الله عسكريا جميعها قد تدفع لتغيير السياسة الاسرائيلية واندلاع حرب مباشرة في لبنان من مدينة طرابلوس شمال لبنان ينضم الينا الدكتور مصطفى علوش النائب السابق في البرلمان اللبناني دكتور مصطفى اهلا وسهلا بك معنا في التاسعة عشرة يعني البعض يتساءل كيف تلحق ايران هزيمة باسرائيل في لبنان بالصبر الاستراتيجي او سياسة ضبط النفس ولماذا ليس على اراضيها وفي لبنان مساء الخير والشهران بالاستدابة الجديد بالطبع يعني السؤال في محله والاجابة اصبحت واضحة ايران تعتبر بان طالما ان هناك مجموعات كبيرة من الميليشيات التي تأتمر باوامره وتقاتل من اجلها وتقتل من اجلها وتدمر حتى بلادها من اجلها فليست مضطرة بالتأكيد ان تواجه بشكل مباشر وان تتعرض لردات الفعل من قبل اي عدو امريكي اذا كان هو بالفعل عدو وبالتأكيد من الاسرائيلي وقواعد اللعبة اصبحت الان مدروسة ومعروفة وعمليا تتكي الايران كما يبدو على الصبر الاستراتيجي الامريكي لحمايتها يعني امريكا لا تريد ان تدخل في حرب مفتوحة مع ايران لا تريد ان تدخل اسرائيل في حرب مفتوحة مع ايران لذلك هنا ولكن ايران بحاجة للتأكيد بانها موجودة من خلال الازرع التي تستند اليها وحسب الله هو الزراع الاكثر قوة والاكثر نفوزا والاكثر شهرة لذلك ايران سوف تستمر طالما ان هناك للأسر سوف تستمر كيف دكتور مصطفى هل بمزيد من التصعيد المحسوب مع العلم بان الجانب الاسرائيلي يهدد بعملية برية تحديدا في جنوب لبنان وبالتالي ان كانت ايران لا تحسب عواقب هذا التصعيد يعني لبنان هو الذي من سيدفع نعم بالتأكيد يعني ايران سوف تستمر لانها بحاجة لتقول للجميع بانني موجودة موجودة في اليمن موجودة في لبنان بالتأكيد هناك وضع الان صعب في سوريا بعد ان قامت قامت طيران اسرائيلي بالضربات الجراحية المؤلمة على مدى سنوات العراق ايضا هناك صعوبة لان لا تماث مع لبنان ولكن بالتأكيد مع اسرائيل بالتأكيد يبقى لبنان الفاصل الرخوة يبقى لبنان المكان الذي هناك فيه من يعتقدون بانهم يخدمون قضية ما ورائية وهم حزب الله وولاة الفقي ايران سوف تستمر طالما ان هناك من يريد ان يخدمها من دون مقابل ولاجل الاسطورة التسعيد سيبقى مدروسا على الاقل من قبل حزب الله من دون الوصول الى حرب مفتوحة ولكن لا نعرف ماذا تريده اسرائيل وقد تذهب الى حرب مفتوحة قد لا يكون هناك اشتياح بكل بساطة يعني عملية برية قد لا تكون هناك عملية برية ولكن الاسوأ ان تكون هناك عملية جوية متساعدة يقوم فيها الطيران الاسرائيلي بمختلف اشكاله بقصف جوي لمناطق داخل لبنان وبالطبع الآن بالاساس لبنان دفع الكثير هناك اكثر من 100 الف نازح هناك مليارات الدولارات من الخسائر المباشرة بالدمار وان كانت اسرائيل قادرة على ان تتحمل هذه الخسائر بالدعم الغربي لها وايضا بالناتش القومي لبنان بالتأكيد مفلس ووضعه بقائمة بآخر قائمة الفلاس الاقتصادي لذلك الاشكال الكبير هو كيف يقبل هؤلاء الذين يقاطلون باسم ايران ان يتسببوا بدمار بلدهم بهذا الشكل طيب دكتور مصطفى دائما الحزب يلوح وحتى ايران تقول بانها قادرة على ايذاء اسرائيل ساروخيا ولكن هل اليوم الحزب قادر بترسانته قادر على حماية الجنوب والمناطق من القبضة الاسرائيلية نحن نتحدث عن تصعيد لا احد يعرف شكله لحد الان مع الحكومة في اسرائيل ومع التهديدات وبالتالي قد تكون الجبهة المقبلة هي جبهة لبنان للتخلص نهائيا من ما تسببه يعني من هي تقربة ما اما اتفاق سياسي او اما حرب والاتفاق سياسي غير مطروح بحكم ان حزب الله يربط جبهة لبنان مع جبهة غزة الواقع ان حزب الله لا علاقة له بغزة ولا يعني والدليل ان المشاركة التي حصلت على مدى السبعة اشهر الماضية لم تخفف لم تخفف من عدد شهداء غزة ولا باندمار غزة القضية مرتبطة بوجود ايران على طاولة المفاوضات ان لم تكن ايران مشاركة بالازية او بالقدرة على الازية اكان في اليمن او كان في لبنان فلن يسأل احد ايران ماذا تريد من المنطقة من تريد ايران ان يطم الاعتراف لها بنفوزها على مستعمراتها والطريقة الوحيدة هي بان تكون مشاغلة او مشاركة لكن لنعود الى الواقع نعم حزب الله قادر على ازاء اسرائيل لكن حجم هذا الازية هو عمليا لا شيء بالمقارنة مع ما يمكن اسرائيل ان تؤذي به لبنان لكن حزب الله لا يهتم بذلك لانه ينظر الى لبنان بانه موقع اسكري تابع للحرس السوري فاذا دمر هذا الموقع المهم ان يكون هناك غلبة للجيش الاساسي بالتأكيد حجم الدمار الذي قد تسببه اسرائيل على لبنان لن يتمكن بالتأكيد حزب الله بكل الواع القوى الموجودة لديه الا يمكن ان يذهب او يطلق مئة الف صاروخ باتجاه اسرائيل وقد يؤدي هذا الى دمار هائل داخل اسرائيل ولكن حجم الدمار الذي ستمحقه اسرائيل ما فرص دكتور يعني لو نتحدث هنا سياسيا ما فرص المفاوضات والتهدئة ان تحدثنا عن الخماسية او حتى جهود لودغيون الاخيرة او هوكشتاين وربما مع ايضا الحاضنة السياسية في لبنان طبعا الرافضة لهذه الحرب هل يمكن فعليا ان تفضي الى اي حل في القريب العاجل مع المعطيات الاخيرة والتطورات التي قد تتساعد في اي لحظة لا اظن بان الخماسية التي لم تنجح بانتخاب رئي جمهورية او بالمساعدة بانتخاب رئي جمهورية يمكنها الان ان تغير الواقع بشيء طالما ان ايران ليست جزء من هذه الخماسية او تصبح سوداسية هدف حزب الله هو تأكيد ان يكون هناك دور لاران في رسم خريطة المنطقة بعد غزة او بعد اي او في المستقبل القريب او المتوسط لذلك سيستمر حزب الله بالمشاغلة كما يقوم بها حتى يأتي الامريكي الفرنسي ولكن الامريكي الاهم ويأتي يقول لايران ماذا تريدين مقابل عدم اشغال او توقف عما تقوم ولا يبدو ان الامور وصلت في اي لحظة من اللحظات الى التسوية مع ايران بعض الوصول اشكرك جزيلا شكرا كنت معنا من مدينة طرابلوس شمال لبنان الدكتور مصطفى علوش النائب السابق في البرلمان اللبناني التاسعة عشرة مستمرة وفيها ايضا في تقرير حصري للحدث من داخل الرقة المخدرات تصداد النساء نحن في ازمة حقيقية في ليبيا هم لا يريدون انتخابات لا يريدون للشعب الليبي أن ينتقب رئيس هل يستطيع فرقاء البشهد في ليبيا الاتفاق دون وصيد جمود سياسي وفشل في لمي شمل الفرقاء الفرقاء الليبيين تحكمهم مصالح حل للأزمة السياسية لا يبدو قريبا على الإطلاق هل الحل كان بأن تتجه الأمم المتحدة بحل حكومة الدبيبة؟ كل الأسام السياسية الموجودة في ليبيا تعمل بشرائية الأمر الواقع هل فوجهت باستقالة باتيلة؟ أم كان هذا الأمر متوقعا؟ أين الاجتماعات الليبية الليبية؟ الفتن الأول هو مسؤولية الأطراف الليبية لماذا يفشل الجميع في حال الملف الليبي؟ لماذا يهرب الجميع؟ يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم أو جاعهم أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ أهلا بكم مشاهدينا رصدت الحدث شهادات مرعبة حول تعاطي النساء للمخدرات في المدينة وتعرضهن للاستغلال الجنسي والتعنيف في رحلة التعاطي وأنا في حي الدرعية الانتفاضة هي أكثر منطقة تتعاطى مخدرات كما يسمونه كريستال نقول له عطش بوص وأكثر من الناس صارت تتعاطاها شباب بنات أطفال بهم منهم يتعاطون المادة هاي فالنساء صارت تبيع عشساتها من شان المادة هاي قامت بيع كرامتها شرفها من شان تاخدنا المادة هاي المخدرة الأطشبوز حروب هذه المدينة لا تنتهي تخوض اليوم بعد داعش حربا مع المخدرات الكبتاجون والإتشبوز والحشيش هذه الحروب جعلت ليالي رقة أحلك وأظلم نيرانها باتت تحرق النساء والمراهقات وتهبط بهن إلى القاع أنا من سكان الرقا وتعرفت على بنات كانوا يتعاطوا هيك وشوفوا لشان بزازوا هاي وصرت رقا أتعاطى مع صرت على إشما وصير معي مصاري أنه يجي فين أطشبوز وهيك وعب أحكي قصت أنه ومو بس قصتنا قصت البنات غيري مثلا البسرو بجيب لنه تتعاطى ليشرب البنات بسلموا جسموا لحد أنه بسلموا حالهم بشان يجيبوا لألهم الأطشبوز بشربوا مثلا أو الشاب أو هاي بسرو أو أي شي بديوا يعملوا بشان يجيب الأطشبوز بشان يشربوا بشان ما ينطع منه لو كانش بديوا يعملوا بس المهم أنه يتعاطوا تعرضتك الإبتزاز مقابل أنه حدا يعطي منك شيء غير سوي مقابل أن يعطيك الأطشبوز أي مرة مرتين صارت معي بس أنا رفضت من التعاطي إلى الترويج يستغل التجار احتياجات النساء المتعاطيات لتشغيلهن كموزعات في هذه الطريق تضيع بوصلة الكثير منهن أنا أتعاطى أشرب وعايش بهذا الجو وقاعد مع بنات كثير بي بنات قلت لك يا أرضا ما عدها مصاري تلجأ للدعارة بي بنات ما تلجأ للدعارة مثلا عندها حبيب خاص ووصلنا لمرحلة أنه صار الرجل عنده علمه بمرته تتعاطى ويروح يبعثها على التاجر تانهجب له المادة من دون مصاري لأنه عودها عليها وعندنا مدينة الرقة بشكل عام يدرون بهذول الناس يعني اللي وصلت العالم لهالمواصل هاي 80% من مدينة الرقة هاي بين ذكوروا إلاث يعني من 30% إلى 40% من النساء جحيم في بيوت المدمنات اعتداءات جنسية وعنف جسدي يدفع بهن للتسول في الشوارع وحالات طلاق لا تعد ولا تحصى بيه واحد قدمة أنه يتعاطى 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 كانت تروح تستوي له شاي وما تستوي له أكل رايحة تستوي له أكل داك بيها وما بدي أشرح لك أكثر من هي بأساس بدي يعمل بيها يفتعل بيها جت منه جت مرته للي جعد يقتش تفكت تشنى من أدين للعم بدي يفتعل بيها تظهر كمية المواد المخدرة ضخامة العملية التي تستهدف الرقاح فالمدينة أصبحت سوقاً واعدة وممراً سريعاً لملايين حبوب الكيبتاجون ومئات الكيلوغرامات من الحشيش والعشرات من أكياس الإتشبوز الهدف الأساسي من إدخال المواد المخدرة إلى داخل إقليم شمال وسرق سوريا هي ضرب الأمن والاستقرار داخل المنطقة بشكل عام هذه المنطقة يحاولون جاهدين بضرب البنية الثقافية والاجتماعية والأخلاقية من أجل السيطرة عليها وضرب مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا وسهولة السيطرة على جميع أفرادها وضرب الأمن والاستقرار فيها بالإضافة إلى نشر الجريمة فيها لأن انتشار المخدرات في أي منطقة تدمر جميع القيم الأخلاقية بالإضافة إلى ازدياد معدل الجريمة والعنف داخل المنطقة وتجد شبكات الاتجار بالمخدرات الرقة بيئة حاضنة لأعمالها وسوقا واعدة مستغلة الظروف الاقتصادية والنفسية للسكان تعرف بسبب وضع البلد الغير مستقر حروب ووضع اقتصادية وشعور الشباب بالفراغ واليأس وعدم وجود فرص عمل هذه كلها أدت إلى انتشار الظاهرة والظاهرة أصبحت شائعة يعني نقدر نعتمرها وباء وباء انتشر في المجتمع يعني ما عندنا إحصائيات رسمية لكن أتوقع نسبة جوز ممكن 20 أو 30 بالمئة من المجتمع متورط بهذه الحالة ورغم اتساع حجم الكارثة لا تزال الفعاليات الاجتماعية والعشائرية مشلولة في الطعاط معها ينسحب ذلك على نحو 127 منظمة محلية ودولية تعمل تحت يافطة إعادة الاستقرار في الرقة فيما يغرق سكانها بالمخدرات لا تغيب السلطات الأمنية عن معركة المخدرات تلحق المروجين والتجار وتضع يدها على كميات كبيرة وتتكفها لكن الأسواق لا تنضب بل تنبض أكثر فأكثر إنها لم تعد قضية تهريب بل ترتيب يراد بها إغراق المدينة شبابها ونسائها في جحيم جديد من مدينة الرقة شمال شرق سوريا جماعة كاش الحدث هذا وأعلنت وزارة الدفاع السورية إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات على الحدود مع الأردن وأضافت في بيان أن وحدة من قوات حرص الحدود سادرت كميات كبيرة من المواد المخدرة بالإضافة لاعتقال اثنين كان يحاولان تهريب المواد باتجاه الأراضي الأردنية الأسبوع الماضي أحبط الأردن مخططين لتهريب كميات ضخمة من أقراص الكيبتاجون المخدرة عبر أحد منافذه الحدودية في أكبر عملية إحباط لتهريب المخدرات تهربها شبكات مرتبطة بإيران تعمل في جنوب سوريا وبعد أن تساعدت عمليات تهريب الكيبتاجون غير الأردن قواعد الاشتباك على طول حدوده الشمالية مع سوريا خاصة بعد أن وصلت تلك العمليات إلى حد تهريب شحنات أسلحة وذخائر وفق بيانات رسمية يأتي تساعد تهريب المخدرات وسط اتهامات ترتبط بضعف السلطة في سوريا وبغطاء توفره شخصيات سورية وعلى رأسهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري تقارير بريطانية قالت إن قرابة 80% من إنتاج الكيبتاجون في العالم تصدر من سوريا فيما تحمل عمان من جهتها مسؤولية عمليات التهريب لميليشيات تدعمها قوى إقليمية في إشارة مبطنة إلى إيران وأخرا لجأ البلدان إلى تشكيل خلية اتصال لمراقبة وتتبع شحنات المخدرات من المنبع إلى المصب بعد أن نفذت طائرات أردنية سلسلة ضربات في الداخل السوري ومتبع ذلك من توطر ديبلوماسي بين البلدين فيما يعيد مراقبون تنامي المخاوف الأردنية إلى استخدام المهربين لأسليب جديدة ومتطورة كالبالونات الطائرة التي تحمل في جوفها كميات من المواد المخدرة إضافة إلى الطائرات المسيرة القادمة من سوريا نفتح النقاش مشاهدين على كل مع ضيفي من عمان أستاذ العلاقات الدولية وفضل النزاعات في الجامعة الأردنية دكتور حسن المومني من دمشق الكاتب السحفي عبد الحميد توفيق أهلا وسهلا بكما أبدأ مع ضيفي من دمشق سيد عبد الحميد لماذا الرقة تحديدا؟ مساء الخير لحضرتك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين لابد من الإشارة إلى أن محافظة مدينة وكاليف بدأت تعاطي المتباة مع سيطرة تنظيم داعش الإرهابي بعد 2014 تحديدا وكانت المؤشرات تتحدث عن أن تمام هذه الظاهرة كان جزءا من الحكاية الاقتصادية التي تديرها مجموعة تنظيم داعش بعد فلتان الحدود من الناحيتين التركية وكذلك من الناحية العراقية شرقا وشمالا عن طريق طيب سيد عبد الحميد سنعود إليك يبدو أن هناك مشكلة من المصدر الصوت يصل متدبدب ومتقطع سعود إليك إلى حين إصلاح هذا العطب دكتور حسن من عمان هل يمكن القول بأن التنسيق ما بين دمشق وعمان في هذا الخصوص فيما يخص يعني كبح الجماح تصدير المخدرات هل وصل إلى مستوى جديد إلى تضاعف أكثر مساء الخير لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام يعني مما لا شك فيه منذ عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ورعينا مؤتمر القمة اللي عقد في السعودية بهذا المعنى وشكلت لجنة رباعية من المفروض أن نتنسق بهذا الأمر هناك حديث عن تنسيق حقيقة ولجان أمنية وغيرها لكن ما زلنا نرى المشكلة والتحدي إلى حد ما بنفس النسق إن لم يرتفع أو يزيد بهذا الجانب وكلنا يعلم وكما أشرت في تقريرك الأردن منذ سنوات غير قواعد الاشتباك نتيجة لي حقيقة إزدياد زخم هذا التهريب ولم يعد مسألة تهريب عصابات تقليدية بهذا الأمر وأنما أصبحت قضية حقيقة معقدة تتشابك فيها الأمور سواء كان في سياق العصابات أو في سياق إلى حد ما في نوع من الرعاية الرسمية بهذا الجانب وأيضا تعدت إلى مسألة التهريب الأسلحة وكلنا رأينا أنها ازدادت وطيرتها خاصة في سياق التفجر الأوضاع في غزة بهذا الأمر وأعتقد أن الأردن موقف واضح بهذا الجانب والأردن يوجه الاتهامات إلى هذه المجموعات سواء كانت ارهابية أو طائفية عسكرية محسوبة حقيقة على أطراف إقليمية بهذا الأمر فالأردن لا ينظر إلى المسألة مسألة تهريبية بحتة بمعنى أن هناك فقط عصابات تقوم بهذا الأمر لا شك ما الخطوات التي يمكن نعم دكتور حسن ما الخطوات التي يمكن أن تقبل عليها الأردن فيما يخص يعني مواجهة هذا الطرف الإقليمي التي لم تسمه هل يمكن القول بأنها نجحت إلى حد ما في حشد دعم شبه دولي إن صح التعبير لمواجهة هذا الطرف الإقليمي أم يمكن أيضا أن تكون هناك خطوات أخرى الحديث مباشرة مع هذا الطرف يعني هو الأردن يتعامل مع القضية في السياقين السياق الأمني والسياق الدبلوماسي الآن السياسي السياق الأمني بتقدير الشخصي الأردن يمتلك من الخبرة وأضف إلى ذلك عدد قدرته الذاتية في هناك سياق وتعاون استراتيجي مع القوى الإقليمية الشريكة بهذا الأمر في السياق السياسي الدبلوماسي الأردن حقيقة يمتلك شبكة علاقات إقليمية ودولية واسعة شركاء استراتيجيين ويتحرك ويتحرك ضمن هذا السياق وضمن هذا الأمر وكانت مسألة الأمن على الحدود الجنوبية على الحدود الشمالية والجنوب السوري واحد من القضايا الرئيسية التي كانت موجودة في الخطة الأردنية حقيقة التي فيما بعد تبنتها الجامعة الدول العربية سأعود إليك دكتور لو سمحت لأنه انضم إلينا مجددا سيد عبد الحميد توفيق من دمشق سيد عبد الحميد أرحب بك مجددا كنا نسأل عن لماذا الرقة الآن أصبحت مرتعا للمخدرات نتحدث هنا عن عمليات استغلال وابتزاز وتعاطي من قبل كل الفئات العمرية ما الذي يجري في الرقة أكرر تحية لحضرتك وظيفك الكريم والسادة المشاهدين أعتقد بأن الاستهداف وهذا تصليط الضوء على واقع الرقة في هذه الآفة لأن الرقة باتت في عين العاصفة وجود القوى التي تسيطر عليها وهي خارج إطار سيطرة الدولة السورية والتوجهات التي يمكن أن تكون جزءا من الاستراتيجية المقبلة بسبب وجود القوى الفردية تحديدا القصد في تلك المنطقة وليسي لا تستطيع لوحدها إدارة تلك المنطقة تغذية تلك المنطقة أعتقد لها ثلاثة أبعاد أو ثلاثة أهداف الهدف الأول الفتك بهذه المنطقة وتفتيت بناها واصرها الاجتماعية والقبلية حين يجر الحديث عن عدم قدرة أحد على لجم هذه الآفة الهدف الثاني أعتقد بأن مراد منهم فشل تلك الإدارة في قدرتها على الحد من تنام هذه الظاهرة الخطيرة والفتاكة والهدف الثالث أعتقد بأن أبعد من ذلك يراد القول بأن مثل هذه المنطقة وتشكل قلب سورية باتجاهات الشمال السوري مع تركيا باتجاهات الشرق السوري مع الحسكة باتجاه العراق وباتجاهات جنوبها باتجاه الأراضي السورية التي تسيطر عليها الدولة السورية وكذلك غربها باتجاه حلب وكذلك إدلب أعتقد بأن المراد بأن هذه المنطقة باتت مرتعا لمثل هذه العمليات ويمكن أن يشار إليها زورا وبهتانا لاحقا بأنها مصدر وتموضع الجغرافي لمحافظة الرقة مدينة وريفا يجعلها هدفا لأكثر من مسألة استهدافها بهذه الآفة الفتاكة على المستوى الاجتماعي وكذلك على المستوى الأمني وهذا ما يشير إليه هذا التوسع وهذا الانتشار الهائل والمرعب أعود وأقول بأن في عمل نهاية 2014 بدأت العملية مع سيطرة داعش على تلك المنطقة وفتح الحدود دون أي ضوابط على الشرق وفي الشمال بالتالي كان هناك نوع من أنواع الهجوم الكاسح من تجار ومهربين ومستفيدين لكن ماذا عن ماذا أيضا سيد عبد الحميد يعني ماذا عن الجنوب السوري يعني البعض يقول بأن هذه العمليات يعني المخضرات وما إلى ذلك وتصديرها تضاعفها يعني بعد توقيع اتفاقية 2018 في واقع الحال إذا أردت أن أتحدث بكثير من الموضوعية هذه الظاهرة تنامت بعد بضع سنوات من بدل الأحداث في سوريا وبدأ وتقطيع الأوصال الجغرافية السورية وكذلك دخول العناصر الأجنبية والقوى الأجنبية على الأرض السورية التي بعضها كان يحمل أجندة مسبقة والآخر أوجد أجندة على الأرض السورية سواء في الجنوب أو في الشمال أو في الشرق أيضا لا نستطيع تجاوز هذه المسألة بالتالي هذه الاتفاقية حتى الاتفاقية التي وقعت في تلك المرحلة لم تكن قادرة على وضع حدود لتلك الحالات لتلك الظواهر لأن هناك مستفيدون مستفيدين من هذه العملية منهم سيد عبد الحميد يعني تقارير لو سمحت لي هناك تقارير غربية وبريطانية تحديدا تتحدث عن شخصيات نافذة في سوريا وبالتالي كيف يمكن الحديث هنا عن تنسيق مثلا مع الدول العربية مع الأردن تحديدا هل دمشق قادر أن تقدم تنازلات في هذا الخصوص في هذا الملف أعتقد ذلك ولا تسمى تنازلات في هذا الإطار ما شهدناه لأول مرة منذ يومين يحدث أن تقوم قوات الأمن السوري والجيش السوري بمداهمة قرية أشعاب التي كانت منبعا منذ حوالي ستة أشهر لإقلاق الأردن واستهداف أمنه الوطني والمجتمعي داهمت تلك المنطقة وجرى اعتقال عدد كما جاءت من تلك المنطقة جاءت من تلك المنطقة تقول بأنه تم اعتقال عدد من الأشخاص الذين كانوا يقاردون في تلك المنطقة أعتقد أنها مؤشر على أن هذه المسألة ليست فسأل التنازلات بقدر ما هي مسأل التعاون مشترك بين الجانبين في الآوذة الأخيرة شهدنا أن الحدود الأردنية بادت أقل عرضة لمثل هذه الظاهرة طيب مع العين بأنه حتى كان هناك تصاعد ربما في هذه الجبهة هي ليست جبهة ولكن جبهة المخدرات إن صحى التعبير كان هناك حتى عمليات خاطفة أردنية دكتور حسن المومني كيف تنظر عمان إلى هذه المؤشرات من الجانب السوري التي تحدث عنها ضيفي من دمشق وما الخطوات ربما المقبلة هنا هل ستتجه عمان إلى عمليات عسكرية أم أن المؤشرات الآتية من الجانب السوري قلصت هذه المخاوف يعني هم بلا شك فيه الأردن يشجع وينسق حقيقة مع الدولة السورية وبنهاية المطاف أن يكون هناك دولة سورية تبسط نفوذها على كافة الأراضي السورية وإنهاء أو احتواء مشكلة التهريب سواء كانت الأسلحة أو المخدرات هي مصلحة سورية مثلما هي مصلحة سراتيجية أردنية والكل يعلم بأن الجنوب السوري يعني منذ سنوات هو كابوس بالنسبة لأردن في سياقه التهديد سواء كانت تهديد الأمني التهديد المخدرات وهذه بلا سلحة من قبل هذه الجماعات اللي موجودة هنا الآن السؤال لحقيقة اللي دائما يطرح هل سوريا استعادت عافيتها وعند المقدرة على بسط كل نفوذها أم أن بسط النفوذ السوري سوف يتعارض مع مصالح قوة هي محسوبة أيضا في التحالف على الدولة السورية وعلى قوى أقليمية وهذه الميليشيات في هذا الجانب خلنا أحكي شغل معين بالمناسبة مسألة يعني أنا بتقدير الشخصي هذه قضية واضحة مسألة من يتعهد من ومن يهرب هذه موجودة وأعتقد الأجهزة الاستخباراتية الأردنية والأجهزة العمنية والأجهزة السورية وبالمنطقة كلها يعلم من يعني المسألة مش بس مسألة التقالير الصحفية يعني وهذه التقالير الصحفية لم تأتي عبثا بهذا الجانب هناك مشكلة وبالمناسبة هذه مشكلة إقليمية عالمية الأردن خط الدفاع الأول بهذا الجانب ومن مصلحة الأردن يعني يكون هناك خطوات سورية فعالة وسوف يستمر وعطفا على سؤالك اللي كنت سألتني يا سايب قال الأردن على العكس اشتبك بع سوريا ومشتبك حتى مع إيران الذي لم يشر الأردن صراحة بها إليها لكن الأردن اشتبك فيه تواصل مع الإيرانيين والتطرق إلى هذا الأمر وأيضا مع الروس الروس اللي هم أيضا قوة موجودة في سوريا ولا ننسى أنه كانت في هناك تفاهمات أردنية روسية في الجنوب السوري بهذا المعنى لكن بعد أوكرانيا يمكن انشغل الروس بهذا الأمر أضف إلى ذلك الإشكالية في مسألة التهريب هي بعدة سياسية التي يتم على بعدة سياسية واقتصادي التي يتم استخدامها كأداد ضغط سياسي بالتيادة الاتجاه وأيضا لا ننسى أن الحروب والصرعات تنتج ما يسمى في اقتصاديات الحروب وهذه الجماعات عاشت وتعيش على حقيقة في مشكلة هذا التهريب ما المزيد الذي تنتظره عمان من دمشق تنسيق أكثر وننتظر مزيد من الخطوات والعمليات التي رأيناها مثلا قبل يومين بهذا الجانب لابد من بناء ثقة متبادلة حقيقة وتنسيقية وأن لا تقتصر فقط على عمان وعلى دمشق يجب أن يكون هناك جهد إقليمي دولي من أجل مكافحة هذه الآفة وإلى حد ما احتواها في سياقها الجرمية وإبتعاد أن توظيف سياق السياسي أخذ هذه النقطة إلى ضيفي من دمشق سيد عبد الحميد هل يمكن أن تفلح فعليا هذه الجهود بين الأردن وسوريا وحتى العراق دون حضور الطرف الأساسي الإقليمي الذي يوجه إليه أو توجه إليه أصابع الاتهام تحدثنا عن إيران أعتقد بأن الإرادة إذا توفرت بين المثلث العربي سوريا والأردن والعراق على الأقل يستطيعون لجم هذه الظاهرة بنسبة عالية وكبيرة ويستطيعون أيضا تحييدها عن الأهداف الأساسية التي يراد منها الابتزاز السياسي كما تفضل ضيفك الكريم وأويده في النقطة الجوهرية التي تحدث فيها فيما يتعلق بأن هذه الآفة هي ظاهرة إقليمية ولكن لا بد من القول أيضا بأن سوريا اليوم هي مناطق رخوة إذا صحت تسميتها وواقعها الحالي وبالتالي هي أيضا في المقابل جغرافية جغرافية سياسية مغرية لكل الأطماع الأخرى التي تريد أن تستثمرها أو تستغلها أنا أعتقد بأن العمل السوري هو المعيار الأساسي لهذه المسألة إذا أضيف له جهد عربي أعتقد بأن سيكون أكثر فلاحة أشكرك جزيل شكر كنت معنا من دمشق الكاتبة صحفي عبد الحميد توفيق الشكر موصول أيضا إلى ضيفي من عمان وسأل علاقات الدولية وفضل النزاعات في الجامعة الأردنية دكتور حسن المومني إذن مشاهدين ساعتنا الأولى انتهت بعد أن تناولنا تدعيات استقالة غانس بالإضافة إلى البئر اللبنانية واستغلالها إيرانيا أيضا سلطنا الضوء على المخدرات في سوريا وانتشارها وتهديدها لدول الجوار أما العنوين فكانت كالتالي غانس يتخذ القرار المعقد والمؤلم ينسحب من الحكومة ويتهم نتنياهو بعرقلة حرب غزة الردع الإيراني من البئر اللبناني والاستنزاف الإسرائيلي إلى المواجهة المباشرة وسوريا تكبح مخدراتها حدوديا والكريستال يغزو الرقة نعود ونلقاكم مشاهدنا في الساعة الثانية تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطومة هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة كأن المشهد يتكرر دائما إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه في سلاح المهندسين تحديدا هل في الأيام الماضية كان هناك بعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية في الأهمية بالنسبة للطرفين؟ أبوات الدعم السريع سريد أن تصحب من عملياتها العسكرية كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع الشعب يشعر بالأمان يشعر بالاستقرار مالك إيهاكات كبيرة لحقوق الإنسان سوق الشعب اتعرضت لنيف يعني الجدل حالة أصبحت صعبة كيف تحرؤون دعوة مالك عجر؟ الأخيرة الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية كل طرف يسعى للفأر والإهتغام من الآخر على حساب المواطن السوداني الآن وبعد تعصر مفاضة إجابة نسي مريوهات إذن القادمة كان يوماً طبيعياً أو يبدو كذلك لا شيء يختلف انتظار انشران وسكون كانت لحظة تسبق الخبر بقليل ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس تفاصيل تختلف قصص تتشابه ويبقى الإنسان هو محور الحدث منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة نترك أشياء من أجل أشياء أخرى نحاول جاهدين أن ندرك أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم إلى حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف لطالما كانت الأميات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير أكثر من مليار ومائة مليون شخص يعيش تحت خط الفقر في أكثر من مائة وعشر دول حول العالم حيث يعانون من نقص في التغذية والتعليم والصحة ورغم تصاعد التحذيرات من مخاطر ازتياد الفقر واتساع فجوته ما زال العالم مستمراً في أزماته التي تدفع الملايين إلى الفقر سنوياً نتيجة الإضطهاد والصراعات والعنف أكثر من مائة وثمانية ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم في أكثر من مائة وخمس وثلاثين دولة هربوا باحثين عن المأوى عن الغذاء والرعاية الطبية فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد والحكايات تختزل بين الصمود والبقار والحكايات تختزل بين الصمود والبقار ليس كتابة حكايات إنها كتابة حكايات إنها كتابة حكايات ما هو محاولة؟ ما هو محاولة؟ ما هو محاولة؟ الآن التاسع عشرة من الحدث أهلا بكم مشاهدين إلى الساعة الثانية من التاسعة عشرة وفي عنوينها بدأت قصته بقصف مخبز وانتهت بأكبر المجازر النصيرات أمام مجلس الأمن وحماس تكشف مفاجأة إسرائيل قتل تلاثة محتجزين وحررت أربعة وفي التاسعة عشرة أيضا الحوثيون يواصلون التسعيد والدفاع البريطانية تكذبهم لم يستهدفوا ألماستنا بالبحر الأحمر إيران تغربل مرشح الرئاسة ستة إلى السباق النهائي أهلا بكم مشاهدين قلبت عمامية النصيرات التي أدت إلى تحرير أربعة رهائن من قبضة حماس كل شيء رأسا على عقب وخلطت كل الأوراق فبعد أن كانت واشنطن صاحبة ورقة التفاوض الأخيرة أصبحت متهمة رغم نفيها المشاركة المباشرة فلسطين قالت أنها طلبت عبر الجزائر عقد جلسة ضارئة لمجلس الأمن بعد العملية التي راح ضحيتها مئتان وعشت فلسطيني على الأقل وأصيب أربعمائة اليوم كشفت حماس مفاجأة فيما يتعلق بعملية النصيرات حيث أعلنت كتائب القسام مقتلى ثلاثة أسر إسرائيليين أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية وفي فيديو جديد لأهالي الأسراء قالت أن حكومتهم تقتل عددا من أسراكم لإنقاذ أسراء آخرين والوقت ينفد مضيفا لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا والوقت ينفد يشيع أهالي مخيم صراط ضحاياهم ويعودون ليتفقدوا آثار الدمار الذي خلفته الصواريخ والقذائف الإسرائيلية في بيوتهم وشوارعهم أولى الهجمات على مخيم صراط كانت في الثامن عشر من أكتوبر من العام الماضي عندما قصف هذا المخبز ما أدى لمقتل نحو ثلاثين فلسطينيًا كانوا يقفون في طابورٍ لشراء الخبز وفي اليوم ذاته استهدف مسجد شهداء الأقصى في المخيم ما أدى لمضاعفة عدد الضحايا ما فيش كلام خلص المسطورة بتعبّك أحد مش قدر بتتلم مش عاد إيش يتذكر إيش الزكريات حلوة آخر مرة نظر أعلي بك مش قدر حتى أصل بي في الجامع في الجامع في الجامع الهجوم البري على مخيم صراط بدأ في الحادي عشر من أبريل واستمر لعدة أيام ما أدى لنزوح آلاف السكان بعضهم تمكن من العودة فيما بعد مخيم صراط ثالث أكبر مخيمات اللاجئين في فلسطين بعد مخيمي جباليا والشاطئ من حيث المساحة والسكان يقع في منتصف قطاع غزة أنشئ بعد النكبة عام الف وتسعمائة وثمانية واربعين على مساحة خمسمائة وثمانية وثمانين دنماً وبلغ عدد سكانه حينها ستة عشر ألفاً وارتفع إلى نحو خمسة وستين ألفاً حتى بداية عام الفين واربعة وعشرين وقبل الهجوم الأخير على مخيم صراط لتحرير المحتجزين والذي أدى لمقتل أكثر من مئتي فلسطيني كانت قد تعرضت مدرسة الأونروا في المخيم لقصف جوي أدى لمقتل أربعين فلسطينياً كما قتل رئيس بلدية صراط وعدد من أفراد عائلته في قصف لمبنى البلدية قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن معاناة الأطفال في قطاع غزة من الحرب تتواصل بشكل لا يمكن تسوره مضيفة عبر منصة أكس إنه لا ينبغي لأي طفل أن يواجه مثل هذه الظروف المروعة ويجب وقف إطلاق النار الآن يضربوا هان يضربوا هان يضربوا هان يشتد الإشي اللي هما بخمس دقائق اللي هما إيش مدرناش سرنا نجري مغير ما ندري بنجلوا فينا شمال ويمين يمين وشمال روح على الجنوب تعال على الوسطة روح على الدير إطلع خان يونس إش فيه؟ طويل عشين طيارة وقعنا أربع طيارة وقعنا أربع طيارة هلو كفة الخط في الحدين وثنتين على البحر إصلاحنا طلعنا على المنظر استغربنا فيش شوية متعين إش اسمه اللي عند بنترطة عشر اللي بريس صارت ضهمت غزيفة وين عن صرار صارنا براش تنزل ما هي نتصف طبعا نوصل للبيت ندرب بالبيت مرتين شكل مفاجئ ما منعشش السبب اش فيه ما منعرفش قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن مجزرة النصيرات تؤكد ضرورة التمسك بشمول أي اتفاق يمكن الوصول إليه مع إسرائيل على أنه على الوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من القطاع تزامنا مع صفقة تبادل وإعادة الإعمار اشتركوا في القناة اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في تصريحات لسي أن آن اعتبر أن أفضل طريق لإعادة جميع المحتجزين وحماية المدنيين الفلسطينيين هو إنهاء الحرب داعيا لحل ديبلوماسي في غزة يجنب بناء الحاجة لعمليات عسكرية أخرى لإخراج باقي المحتجزين سوليفان قال إن لم توافق حماس على مقترح بايدن فإن السراعة والعمليات العسكرية سيستمران نحن قلقون بشأن كل خسارة في الأرواح بما في ذلك ما حصل في هذه العملية وفي أي وقت يقتل فيه المدنيون نشعر بالقلق لهذا السبب نريد أن تنتهي هذه الحرب الطريقة الوحيدة لإخراج جميع المحتجزين وإنهاء المزيد من الخسائر المدنية في غزة هي توصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار والمحتجزين لذلك ليست هاتان مسألتين منفصلتين إنهما قضايا مترابطة وقبول حماس لاتفاق شامل سيؤدي إلى إنهاء المأساة في غزة قال القيادي في حركة حماس غازي حمد للحدث إن شروط الحركة بشأن صفقة التبادل مع إسرائيل كما هي ولم تتغير بعد عملية النصيرات كما قال الموقف العام أن هذه العمليات هي تعرض أولا تعرض لأسراء الخطر وتعرض لأسراء الموت إسرائيل قتلت الكثير من الرائم وهي التي تسببت في سقوطهم وتسببت في قتلهم بشكل متعمد لأنه أنا أدرك بأن نتنياهو يبحث عن المكسب السياسي أكثر من مبحث عن تخليص الأسراء ويبحث عن استمرار الحرب إحنا موقفنا حتى الآن واضح الذي علننا عنه إحنا متمسكين فيه هو يجب أن يكون هناك في وقف طلاق نار دائم والسحاب كامل من قطاع غزة وأن تكون هناك صفقة تبادل أسراء متفق عليها وكذلك يكون هناك غريطة عائلة الأمار والإغاثة إحنا موقفنا حتى الآن لم يتغير أنا أعتقد هناك قد تكون مسئلة إجراءات التوقيت مناسب وليس مناسب لكن هذا الأمر يترك لدراسة في قياة الحركة فيما اتهم القيادي في حركة فتح موفق مطر قادة حماس بالتضحية بدماء الفلسطينيين من أجل بقاء حماس هذه التضحية بدماء أبناء الشعب الفلسطيني للحقيقة أن حماس في الحقيقة أنها تقدمها من أجل أن تبقى وهذا ما سمعته قبل دقائق فقط من قيادة في حماس ضيفكم عندما قال غازي حمد عندما قال رغم كل ذلك نحن موجودون أين أنت موجود إذا ثلاثة أرباع غزة دمرت أين أنت موجود إذا فيه هناك أكثر من أربعين إلى خمسين ألف شهيد وأكثر من مئة جريح وغزة قطاع غزة أصبح شبه ما دوم الحياة أين أنت موجود في ظل هذا الدمار وهذا الجحيم المهم أن حماس أنهم بخير وأنهم كما تفضلت بأن هذه الأنفاق كما قال أبو مرزوق موسى أبو مرزوق أنها هي فقط صنعت وعمل بالأهرة حفرت من أجل حماية قيادات حماس لم يفكر يوما بحماية إنسان فلسطيني واحد وهذا لا يجوز بالمطلق هذه مؤامرة كبيرة والي الحديث أكثر ينضم إلينا من رام الله من سير المجلس الوطني الفلسطيني فهمي الزعرير أهلا وسهلا بك سيد فهمي معنا في التاسعة عشرة لعلك استمعت طيب سيد فهمي هل أنت معنا تسمعني نعم أهلا وسهلا نعم أسمعك جيدا نعم أهلا وسهلا لعلك استمعت إلى ما جاء على لسان القيادة في حركة فتح موفق مطر ويتهم حماس عالنيا بأنها تحافظ على وجودها والأنفاق خلقت فقط لحماية القيادات وهي تضحي بالفلسطينيين ما رأيك أولا في هذا الطرح؟ رأي أولا المجد والخلود لكل شهداء الشعب الفلسطيني الذين سقطوا ورهضوا على مذابح حرية الشعب الفلسطيني منذ فجر الانتداب البريطاني وحتى هذا اليوم وتحية اعتزاز لكل عوائل الشهداء في قطاع غزة الصابرين الثابتين المرابطين من عوائل شهداء انصيرات وحتى عوائل كل شهداء الذين تساقطوا ونهضوا أكثر من 37 ألف شهيد في قطاع غزة بخلاف المفقودين وأظن أننا اليوم نحن على مشارف اليوم 248 من الحرب حرب الإبادة والتطهير الإرق على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي حاول الاحتلال الوحشي بتوصيف الشعب الفلسطيني بوحشيته والذي يحاول صباح مساء في أن يستعيد جزء من مكاناته المتهاوية باعتبار أنه قد فقد كل ما يمكن أن يسمى مقاومات القيمة الأخلاقية في هذا الحرب التي يمارس فيها أعتاء وأبشع أنواع القتل والترهيب بحق الشعب الفلسطيني وليس بواردي حقا التلاوم مع أي فصيل فلسطيني برغم أنني لست من حماس ولا أرغب في أن أكون ذاتي أو من حركة حماس ولكنني أؤمن في أننا نعيش في مرحلة يجب على حركة حماس تتحلى بقدر أكبر من المسؤولية وأيضا يجب على الكل الوطني الفلسطيني أن يستعيد روح ما يسمى بالشراكة والوحدة الوطنية توطئة وتهدئة باتجاه حوارات المصالح التي من المفترض والمخطط أن تنطلق من جديد في 23 من هذا الشهر في العاصمة الصيني بكين والتي يجب أن يصار في داخلها إلى تثبيت المشاركة السياسية لكل فصائل العمل الوطني الفلسطيني في إطار منظمة التحليل الفلسطينية وعلى قاعدة سيد فهمي بل على قاعدة نظامها ولوائحها والتزاماتها الإقليمية والدولية طيب قلت بأن تحدثت عن مسؤولية حماس ما المسؤولية المنوطة بها الآن تحديدا فيما يخص هذه الحرب المستمرة على قطاع غزة ما الذي ممكن ربما أن يقترح منكم على حركة حماس للمضي مثلا في صفقة تبادل أو تهدي أماء بمنتظ صراحة حركة حماس شأنها شأن الفصائل الأخرى الموجودة في قطاع غزة التي تدافع عن الشعب الفلسطيني ولكن الواجب على حركة حماس أن تكون جزءا من منظومة العمل السياسي الفلسطيني وأن لا تقرر في حرب أو في سلام منفردة باعتبار أن الذي يدور في قطاع غزة الآن يدور عن جزء أصيل من الشعب الفلسطيني يتجاوز أكثر من 2.3 أو 14 مليون فلسطيني في قطاع غزة منذ 8 أشهر وقد دخلنا الشهر التاسع نزوح متكرر من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الوسط ومن الوسط إلى الشمال وهكذا دوليك وشعبنا في قطاع غزة أعزل كل غالبيتهم في حالة عزلة وأعزل من السلاح ومن كل ما يمكن أن يسمى إمكانيات قابلة للنضال والكفاحة الوطن الفلسطيني حماس يجب أن تعود لكي تكون جزءا أصيلا ليس فقط من النسيج الاجتماعي والوطن الفلسطيني ولكن جزءا أصيلا من منظومة العمل السياسي الفلسطيني على قاعدة مصالح الشعب الفلسطيني وأنا أستطيع أن أقول بملء الفم أن النضال الوطن الفلسطيني لم يبدأ في حركة حماس ولا ينتهي في حركة حماس ولكن بالضرورة أن نفاضل بين وسائلنا بالضرورة أن نفاضل بين وسائلنا في هذه المرحلة التي يتم العمل أو التحكم فيها دوليا في مصارات مختلفة طيب سيد فهمي قبل الوصول إلى الحديث عن حث حماس عن الوحدة الوطنية وما إلى ذلك وهذه الاجتماعات التي انطلقت من كذا عاصمة في الدول حتى الأوروبية والعربية لتحقيق الوحدة ولكن الآن نحن نتحدث عن الحرب الدائرة في قطاع غزة هل تنصحونها بالمضي في صفقة تبادل بالرؤية التي طرحها بايدن أو بالرؤية التي يقترحها الوسطى؟ أخت مارية الولايات المتحدة الأمريكية حينما طرحت وطرح السيد بايدن طرح هذه المبادرة طرحها مباشرة إلى حركة حماس نحن من حيث المبدأ في الحرك الوطني الفلسطيني مع كل سبيل يجنب الشعب الفلسطيني كل قطر الدم وبالتالي نحن مع الموافقة على ما يمكن أن يسمى بأي مجهود دولي باتجاه ووقف إطلاق النار والحفظ والحفاظ على حياة وكرامة ابناء الشعب الفلسطيني بما في الذهاب والولوج إلى ما يمكن أن يسمى إعادة العمار والإغاثة وسمى مشيتي ولكن مرة أخرى حركة حماس خاطبها السيد بايدن مباشرة وانتظرت الولايات المتحدة الأمريكية عبر وزارة الخارجية رد حركة حماس مباشرة وحركة حماس بظن أنها لم تستشر في موقفها لا غرفة العمليات المشتركة ولم تستشر الفصائل الأخرى ولكن مرة أخرى علينا أن نؤمن أن السبب الأصيل في كل ما يجري في قطاع غزة وفي كل ما يجري في الأراضي الفلسطينية بل وربما في كل منطقة الشرق الأوسط هو أن كيان الاحتلال الإسرائيلي ما زال يستمر الحال وما زال يرفض ما يمكن أن يسمى بالحقوق الوطنية المشروعة سياسيا ووطنية للشعب الفلسطيني وأنا أستطيع أن أقول مرة أخرى أن إرادة المجتمع الدولي لم تنضج بعد حتى هذا اليوم وفي مقدمة الولايات المتحدة الأمريكية في أن تفرض وقفا لإطلاق النار على الاحتلال الإسرائيلي لأن الولايات المتحدة الأمريكية كما تحدثت سيد صليبان وصابقا تحدثوا كثيرا منذ وقوع 7 أكتوبر وحتى هذا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرفا مراقبا فيما يجري في قطاع غزة ولكنها شريكة حقيقية للاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة والتطير العرقي نحن لا يجب أن نجلد ذواترة ولكن يجب أن يستقيم الحال على قاعدة أن الشعب الفلسطيني يمتلك الحق في الحياة الكريمة وطنيا وسياسيا ماذا عن التوجه إلى مجلس الأمن سيد فهمي قلت بأن الولايات المتحدة الأمريكية لطالما شرحت سلاحها فيما يخص الفيتو ووقف إطلاق النار أو تهدئة أو ما إلى ذلك وبالتالي الجلسة المرتقبة فيما يخص حادثة النصيرات ما المنتظر منها في ظل الخلاصة كانت واضحة بأن حتى وإن لم يكن فيتو أمريكي إسرائيل لا تلتزم بأي قرارات دولية ولا أممية صحيح واختمارية وهذا لا يعني التوقف الأخ الرئيس أوعز في حينه ولحظته بضرورة أن يكون هناك العمل لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي صحيح أيضا أننا نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تذهب إما باتجاه تفريغ أي قرار من محتوى بشكل مباشر ونستخدم حق النقد الفيتو ولكننا نراكم يوميا على عدالة قضية الشعب الفلسطيني من جهة وعلى أن الرأي العام الدولي بات إلى جانب الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى صحيح أيضا أن هذا ثمنه دم ودم ثقيل وباهظ ولكن أيضا نحن نعلم في أن الشعوب حينما تتحرر لا بد حقا في أن تبذل التضحيات ولا ربما تكون تضحية جسيمي المأمول في أن جلسة مجلس الأمن أن تندفع لربما أفضل خطوة إلى الأمان بتجاه دانة هذا الاحتلال أو على الأقل محاولة وضح حد لحرب الإبادة القائمة في قطاع غزة علما بأن لا محكمة العدل الدولي ولا قرارات مجلس الأمن السابقة ولا القرارات الرئيسية ولا الأمم المتحدة ولا المنظمات الدولية تحديدا فيما يخص المنظمات العاملة في الشعر الإنسان وفي اللاجئين والإغاثة لم تستطع أن توقف الاحتلال حتى أنها دفعت الاحتلال لكي يحاول أن يخرج الأنوروة عن ما يمكن أن يسبب قانون الاحتلال أشكرك جزيلة شكر كنت معنا من رمالة من سر المجلس الوطني الفلسطيني فهم الزعارير التسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا العالمي يدعو المجتمع الدولي لوقف تهريب السلاح الإيراني للحوثيين السلاح الإيراني للحيتاء التسعة الموجود Crow تروا هذا هي الإيراني للحي tat wasn'tszy دورO اشتركوا في القناة السواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي هناك مشهد دموي باستمرار سكوط الضحايا الفلسطينيين هل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون سبعة عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله تازالت الغارات الإسرائيلية تتواصل وتتعدد من الخضايا في الأسرائيل هناك اشتباكات قوية جدا في شرق يوريز هناك تخوف واضح من حدود مجاعة إنسانية في هذه المنطقة هذه العلاق تنتظر ما ستحول إليه الساعة القادمة وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لم ينتهي كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين أهلا بكم مشاهدين قال رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إن الضغوط والقرارات الدولية العقبية ضد الميليشيات الحوثية مهمة في الوقت الحالي جاء ذلك خلال استقباله للسفير الأمريكي والذي دعا خلاله المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في مكافحة تهريب السلاح لإيراني للحوثيين ووفقا لوكلة الأنباء اليمنية ناقش اللقاء مستجدات الوضع اليمني والتطورات الإقليمية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك شدد مجلس التعاون الخليجي على ضرورة التصدي للأنشطة المهددة لأمن المنطقة والممرات البحرية جاء ذلك في بيان صادر عن مجلسه الوزاري في دورته المئة وستين الذي طالب إيران بالالتزام بمثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي كما جدد البيان مطالبة دول مجلس لإيران بالالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل بشؤون الدول مجلس التعاون الخليجي دعا إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين التي تتعارض مع جهود السلام في اليمن كمدان استمرار تهريب الأسلحة والخبراء العسكريين إلى الميليشيات الحوثية وعبر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ إذا تطورات البحر الأحمر وخليج عدن شدد على أهمية خفض تصعيد واحترام حق الملاحة البحرية نفت وزارة الدفاع البريطانية استهداف الحوثيين للمدمرة دايموند في البحر الأحمر وقالت إن بيان الحوثيين في اليمن بشأن إطلاق السواريخ باليستية على مدمرة بريطانية في البحر الأحمر كاذب ميليشيا الحوثي كانت قد أعلنت استهداف مدمرة بريطانية وسفينتين مرتبطتين بها في البحر الأحمر وأضافت الميليشيا أنها شنت عمليتين عسكريتين استهدافت سفينتين نور ديرني ومسي تافي في البحر الأحمر معنا من لندرن روبرت فوكس المحلل العسكري والأمني أهلا وسهلا بك سيد روبرت معنا في التاسعة عشرة يعني لماذا دائما الحوثي يدعي بأنه استهدف مدمرات أمريكية وبريطانية ويأتي الرد لاحقا من الجانب الآخر برأيك من الرسائل هنا؟ الأمر يتعلق بحرب دعاية هائلة تتم الآن في ظل باستمرار الهجامات التي يقوم بها الحوثيون والمكتب البحرية المملكة البريطانية أكد أن هناك هجامات طالت السفينتين متوسطتين جنوب شرق عدن في اقتن سابق اليوم أما بالنسبة لمزاعم مهاجمة المدمرة البريطانية فقد تم تفني ذلك بشكل قاطع من قبل وزارة الدفاع البريطانية التي قالت أن المدمرة دايمونت لم تتعرض له جمود ولم تتضرع الإطلاق والأمر جدير بالاهتمام لأنه من قبل زعم الحوثيون أنهم هاجموا والحق وضرار بالمدمرة الأمريكية حدث ذلك قبل عدة أيام وقد تم تقديم أدلة بشأن ذلك لكن الأمر كان مجرد مزاعم ليس إلاه طيب سيد روبرت في الوقت الذي تتحدث فيه وتحدثت فيه سابقا وكالة تابعة للحرس الثوري بأنها تزود الحوثي بصواريخ باليستية ونرى الضربات التي تأتي من الجانب البريطاني والأمريكي برأيك هل يمكن فعليا كبح جماح مصادر التمويل؟ نتحدث هنا عن ربما أهداف قد تكون أشمل وأوسع من التي استهدفت من قبل وبالتالي نحن أمام ربما تحدي جديد هذا سؤال استفزازي جدا لكنه سؤال صحيح تماما فعلى الرغم من تغيير بعض العناصر المواجهة في البحر الأحمر في ما يخص هجمات الحوثيين ما دفع طبعا سفن لتغيير مساراتها والعبور عبر رأس الرجاء الصالح وهذا يؤدي الكثير من التأخير والتكاليف الإضافي أيضا لكن الحركة التجارية مستمرة رغم استمرار الحوثيين في هجماتهم ولكن الأمريكيين وصلوا ضرباتهم وكذلك البريطاني أنت محقة في أن هذه الضربات لم توحي هجمات الحوثيين الصاروخية وبالمسارات أيضا إذن ماذا سيأتي لاحقا وهنا هو يكمن السؤال الكبير ويمكن أن أجيب أن البريطانيين والأمريكيين وكذلك الفرنسيين إلى حد ما في ذل نتائج الانتخابات الأوروبية اليوم لا أعتقد أن فرنسا تقوم بعمل حقيقي يعود الأمر للبريطانيين والأمريكيين لاتخاذ قرار في ماذا كانوا سوف يعملون على تنفيذ عمليات قوات خاصة والنشر قوات في اليمن للتصدي للحوثيين أم لا هناك تحدي آخر أيضا تصاعد هذا التعاون العسكري بين الحوثي والميليشيات العراقية كيف ينظر إليه سيد روبرت وهل هذا التحالف الأوروبي والأمريكي البريطاني قادر الآن على تشفيف منابع الحوثي عندما نتحدث هنا عن تحركات واضحة للعيان عناصر من الحوثي يذهبون للميليشيات العراقية يتدربون ويعودون وينفذون أهدافهم طبعا نعم هذا جزء من سلسلة كاملة فالحوثيون تدعمهم إيران ويعودون أيضا على الأسلحة من إيران لسيء من الأسلحة الدقيقة التي تصلهم من إيران لكن ليس واضحا ما لديهم في رسيدهم وما يمكن لإيران أن توفره من أسلحة للحوثيين وكذلك توفير دعم عسكري لروسيا في أوكرانيا ولكن يوجد خلف ذلك كله الشكوك السياسية انظر إلى عدد البلدان الغربية التي هي الآن في مرحلة انتخابات أوروبية فهناك أمر ربما لا يناقش وهو الأمن الخاص بدفع فاتورة تسليح أوكرانيا وطبعا بالنسبة لأمن شرق الأوسط هذه مشكلة عويسة وهذا يعني وجود أزمة كبيرة هي تلوح في الأفق ربما تنفجر في الأسبوع القادم أو الأسبوع القادم طيب وبالتالي هل سنرى استراتيجية جديدة سيد روبيرت ربما عن مساعي ديبلوماسية مساعي سياسية تفاهمات تحت الطاولة مع الجانب الإيراني؟ أعتقد أنه ينبع أن يكون هناك تواصل مع إيران ولكن أنا لما ابتسبت هذا لا يعني أنني أسخر من السؤال ولكنه سؤال مميز طبعا هناك استراتيجية الآن في الوقت الرهل ولكنها ليس معتمدة بشكل ناطق هناك ربما أجزاء من هذه الاستراتيجية هناك بلدان ربما في البحر الأحمر وكذلك الخليج وتلك البلدان المطلة على البحر الأبي المتاوصة تتطبر عن قلاقها وبعض البلدان ربما قد تستفيد وبالتالي ليس هناك استراتيجية سجمة متسقة فيما يتعلق بوجود خطة عسكرية وسياسية مع الوضع الحالي غير متسق وبالتالي ربما قد يكون هناك وراء الأبواب المغلقة أو خلف الستار بعض التحركات وطلب من نيتو في الواقع القيام بالكثير من الأمور لم يوافق عليها فيما يتعلق بالتحرك في هذه الأماكن وبالتالي سؤال يطرح فيما إذا كان النيتو قادر على القيام بدور كهذا أشكرك جزيلة شكر كنت معنا من لندن روبرت فوكس المحلل العسكري والأمني أقر مجلس سيانة الدستور في إيران أهلية ستة مرشحين من بين الثمانين تقدموا بطلب خوض الانتخابات في أعقاب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي هذا وخلت القائمة النهائية من أسماء بارزة يتقدمها الرئيس السابق محمود أحمد نجاد والرئيس السابق لمجلس الشورى علي لارجاني لكن من هم المرشحون الستة مسعود بزيشيان يشغل منصب نائب تبريس في البرلمان وهو من الإصلاحيين والمعتدلين وأعلن ترشحه وكان حاضرا أيضا في الدورة الثامنة والتاسعة للبرلمان وفي الولاية العاشرة كان النائب الأول لرئيس المجلس وتولى منصب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في الحكومة الثامنة مصطفى بور محمدي هو رجل دين ومحامن وسياسي إيراني كان وزير العدل في الدورة الأولى لحكومة الرئيس روحاني في فترة ما بين 2013 و2017 سعيد جليلي عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام وممثل المرشد في المجلس الأعلى للأمن القوم ينظر إليه على أنه من الموالين المتشددين للمرشد الإيراني علي خامنائي كان كبير المفاوذين الإيرانيين في عهد حكومة أحمد نجاد يعد أحد المرشحين البارزين لخلافة رئيسي في الانتخابات المقبلة وتنحى لصالح رئيسي في الانتخابات الماضية علي رضا زكاني يشغل حاليا منصب العمدة في تهران ترشح في ثلاث دورات سابقة للانتخابات وفي عامي 2013 و2017 وتم استبعاده من قبل مجلس سيانة الدستور في كل الجولتين لكنه انسحب في 2021 لصالح الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي أمير حسين قاضي زاد عضو في جبهة ثبات الثورة الإسلامية إحدى أحزاب الأصولية الإيرانية تشددا والمتحدث الرسمي باسمها ترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية في 2021 محمد باقر قلباف هو رئيس مجلس الشورى الإسلامي الحالي والقائد السابق في الحرس الثوري وخاض السباق الرئاسي مرتين وفشل وأجبر على التخلي عن الترشح للمرة الثالثة تجنبا لتفتيت أصوات المحافظين ترجمة نانسي قنقر والحديث أكثر معنا من نيويورك المؤرخ والأستاذ الجامع الإيراني دكتور أراش عزيزي أهلا وسهلا بك دكتور أراش معنا في التاسعة عشرة لنبدأ من أسباب الرفض للمرشحين ونتحدث هنا عن النجاد وغيرهم هل لماذا أصلا تم قبولهم في القائمة للترشح للإقبال على الترشح ثم تم رفضهم طبعا هم لم يتم قبولهم فغالبا ما يسمح للشخص بأن يسجل ترشح ولكن مجلسي عن الدستور هو الذي يختار المرشحين أحمد نجاد ما كان له أن يسمح له بترشح لأنه لديها جندة مناهدة للرجال الدين وطبعا ينظر إليه على أنه مصدر تهديل حقيقي من قبل علي خمينئي الذي لا يرغب شخصية شعبوية أن تكون رئيسا للجمهورية كما أن لاري جاني لم يسمح له بالترشح هذا يظهر أنه ومحمود أحمد نجاد خسراء دعم النظام الإيراني وبالتالي هذا هو الوضع في رقت الراهن فما يمكن إذن لمرشح أن لا يكون معتمدا من قبل مجلس سنة الدستور الذي يحدد في الغيب للمرشحين الذين ينظر إليهم على أنهم مأمونين أو يمكن أن يصبحوا رؤساء طيب دكتور أراش ما الذي يعنيه قبول من بين المرشحين الستة للانتخابات مسعود بازيكشيان وهو الوحيد من بين الإصلاحيين والمعتدلين في هذه القائمة هذا سؤال مهم للغاية وطبعا هو سؤال كبير فهل فعلا بازيكشيان سيفوز أو لديه فرص للفوز سيكون أمر صعب للغاية على أن يحمس الناخبين أغير المهتمين بالانتخابات خلال الانتخابات الثلاثة الماضية في 2021 و20 سنة الماضية لم يتصوت الكثيرون في هذه الانتخابات وفي وقت سابق 29% من الناخبين صوتوا في الانتخابات البرلمانية وبالتالي هذا طبعا ما هو السؤال الحقيقي هل يمكن إذن لبازيكشيان أن يحمس الناخبين للخروج هذا هو التحدي الذي يواجه الإصلاحيون ليس هناك إلا مرشح إصلاحي وليس هناك أي مرشح وسطي وبالتالي السؤال يطرح هل يمكن لبازيكشيان أن يكون مرشحا توفقيا ويجلب إليه التيار الوسط هذا هو السؤال الكبير سمح له بالترشح لأن النظام يريد أن يثبت بأن أو يحرص على أن يكون عدد الناخبين كبير ولكن ربما قد يكون لديه فرصة سنرا في الأسبوعين المقبلين عدد الناخبين الذين يمكنوا أن يجلبهم إلى سنة ديق الأقطة وهل سيفوز في الجولة الأولى وينتقل الجولة الثانية لكن بالتأكيد هذا سباق صعب جدا بالنسبة له طيب برأيك من بين هؤلاء الستة دكتور أراش من الأقرب إلى خامنائي الذي يمكن أن يحظى فعليا بهذا القبول الشامل والإجماع ليكون على كرسي الرئاسة خامنائي لاعب معقل فهو يغير رؤاه واختياراته ليس معلوم ما هي نتيجة تيرغبها وكل مرشح له بعض الفوائد وبعض السلبيات قليباب يمكن أن يناسبه لنا قليباب معروف أنه إداري جيد يعرف كيف يدير الأمور وهو في نهاية المعطاف وفي لخامنائي وبنفس الوقت هو تكنقراطي هو ليس بالإديولوجيا الإسلامية وهو ليس بالأصول الحقيقي على شاكلة علي خامنائي علي خامنائي في الخامسة والثمانية وسيفارق الحياة لو توفي فبالتالي من سيكون الزعيم الأعلى المقبل هذا أحد أسئلة التي تطرح ثم لدينا سعيد جليلي هو من المتشددين وهو طبعا يتمسك بمبادئ الثورة الإسلامية ولكن الجميع يكرهونه كما أن الكثيرين في النظام يكرهونه لأنه متطرف حقيقي هو عقائدي له عصاب حوله من الناس الذين يديرون الأمور وعندما دار ملف إيران النووي من 2008 وليس سنوات هو كان كبير مفاودي المفاوديين النووي الإيرانيين كانت المسألة غاية في الفضاعة طبعا هو كان يلقي دروس على الغربيين وهذا أدى إلى المزيد من العقوبات التي فوردت على إيران ومحلين يمكن أن يكون متطرفا قد يزيد من قمع النساء والمعارضين وكذلك قد لا يكون قادرا على إدارة شؤون إيران التي بها 85 مليون نسمة هناك حاجة ليكون هناك تكنقراطي وجليلي ليس لديه هذه المهارات قالي باف كان عمد تهران قائد الشرطة وكذلك قائد القوة الجوية للحرص الثوري إيران وهو أكثر وقدرة وأعتقد أنه أن خميناء سيختار بين هذين المرشحين ولكن لو سألتين الآن أعتقد أن قليباه هو الأوفر حظ للفوز بهذه الانتخابات ما لم يفوز جليلي أو بازشكيان لو استطاعوا استطاع هذان المرشحين أن يحدث تغيير نعم أشكرك جزيلا الشكر كنت معنا من نيويورك المخرر المؤرخ والأستاذ الجامع الإيراني الدكتور أراش عزيزي أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا باستضافة ألف حاجة من ذوي الضحايا من أهالي قطاع غزة لأداء مناسك الحج لهذا العام بشكل استثنائي ليصل إجمالي عدد المستضافين من دولة فلسطين إلى ألفين حاجة أعلنت رئاسة شؤون الحرمين اكتمال استعداداتها وجاهزيتها لانطلاق ترجمة خطبة عرفة والتي تستهدف فيها الوصول إلى مليار مستمع حول العالم بعشرين لغة عالمية يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه قوافل الحجاج في القدوم إلى الحرم لأداء طوافل قدوم وسط استعدادات كبيرة من قبل الجهات المعنية لتوافد أعداد كثيفة من قوافل الحجاج وينضم إلينا من مشعر منا موفد الحدث أحمد بغاتو أهلا وسهلا بك أحمد معنا في التاسعة عشرة لتضعنا في جهوزية الاستعدادات لاستقبال الحجيج وبداية المناسك نعم أهلا ماريا أنا الآن في مدخل أو أحد مداخل مكة المكرمة يعني يبلغ عدد الحجاج الذين وصلوا حتى الآن ما يزيد على مليون وأربعمائة ألف حاج والأعداد في تزايد وحجاج الخالد وحجاج الداخل الذين توفدون نحن قبل قليل كنا في ميناء لكن الآن نحن في مداخل مكة وأحد المداخل الرئيسية لمكة المكرمة حيث الكثير من النقاط التفتيش التي تقوم حيث تقوم الجهات الأمنية بدور كبير في ضبط الأمور تعرفين أنه شعار الحج لا حج بدون تصريح جهات عدة تقوم بدورها في جعل هذا الحج منضبطا ومرتبا بصورة كبيرة بالطبع جزء كبير من الجهود يقوم بها الجانب الأمني كما نشاهد هذه إحدى نقاط التفتيش التي تقوم بدورها في ضبط الأمور وأتأكد من أن الأشخاص الذين يدخلون إلى داخل مكة المكرمة يحملون تصريحا للحج أو هم من سكان مكة بالفعل دعينا نترككم في تعايش أو في جولة كيف تسير الأمور مع الأشخاص الذين يقومون بالدخول سواء من حجاج أو من غيرهم يعني يقف الضابط وبجانبه الجندي يقوم باستيقاف بعض السيارات ويقوم بسؤال السيارة على التصريح الخاص بها إن كانت هذه السيارة أو كان الشخص الذي يستقل السيارة رديه تصريح بالدخول إلى مكة أو تصريح حج ويقوم بالتأكد من هويته على الجهاز بعض السيارات يسمح لها بالدخول مباشرة بعض السيارات تتم استيقافها لأتأكد من أن هذا الشخص لديه تصريح حج أو تصريح الدخول كما تشاهدين يمكن للكاميرا أن تقترب أكثر يعني هذا الجهاز الذي يقوم به الجندي بالتأكد من أن الشخص لديه تصريح بالدخول إلى مكة وكونه حاج لديه تصريح بالفعل للحاج الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح للحاج ويحاولون الدخول يتم استيقافهم ويتم أخذ بياناتهم من قبل الجهات الأمنية أو الشخص الذي لديه تصريح بالحاج بالفعل ويكون هو سائق السيارة يضطر إلى ترك سياراته هنا لأنه لا يسمح بدخول السيارات الخاصة إلى داخل مكة المكرمة ويستقل أحد البساط وأحد الحافلات الموجودة يعني هذه النقطة هي مثال للعديد من نقاط التفتيش الموجودة في مداخل مكة وأيضا فيها كافة المناطق سواء المشاعر المقدسة أو غيرها أيضا كان هناك بعض الحملات التي تقوم بها الجهات الأمنية بالقرب من مجل الحرام والقرب من بعض الفنادق للتأكد من أن الجميع يحمل تصريحا للحاج ساريا وليس تصريحا مزوء أو تصريح غير ساري أو غير سليم بالطبع تم استيقاف عدد كبير من الأشخاص الذين لا يحملون تصريحا الجهات الأمنية تقول أن عددهم يتجاوز 300 ألف شخص أكثر من نصرهم كانوا يحملون تصريح أو تأشيرات زيارة سياحة وليس لا علاقة بالحاج لكنهم حاولوا الدخول تم القبض على أو إيقاف أكثر من 140 حملة حج وهمية تم هذه الحملات قام بخداع المواطنين سواء من داخل المملكة أو من خارجها وخداعهم بالدخول إلى مكة وليس أدهم تصريح بالفعل من الجهات الأمنية كما تشاهدين هذه النقطة تستمر في العمل بصورة مستمرة وكما تشاهدين السيارات تقف بعد أن يتم التأكد من تصريح الشخص الذي يحمله يتم السماح له بعد كذلك بالدخول إلى داخل مكة المكرمة وكما قلت لك هذه المثال لما تقوم به الجهات الأمنية هنا في مكة سواء نقاط التفتيش أو ما تقوم به في المشاعر المقدسة مراكز أو مركز القيادة والسيطرة الموجود والذي به الكثير يعني يتابع على مدار الساعة ومدار كل ثانية وكل دقيقة ما يحدث سواء في مشاعر المقدسة أو في الأماكن المختلفة طيب أحمد ماذا أيضا ربما عما رصدته من خلال تواجدك في مكة المكرمة الذين ربما قدموا هذه المرة لأداء مناسك الحج منذ سنوات من الانقطاع نتحدث هنا ربما عن الجانب السوري الإيراني وأيضا مع أيضا الإجراء الأخير باستقبال أكثر من ألفين حاج من فلسطين وأيضا من غزة يعني بالطبع هناك فرحة من جانب الحجاز الفلسطينيين بزيادة أعداد الأسر والشهداء وذوي الشهداء الذين سمح لهم وقامت المملكة باستضافتهم ليزيد عدوهم إلى حوالي ألفين حاج هذا العام كان هناك فرحة كبيرة من قبل العديد من الفلسطينيين المتواجهين بالفعل ويقومون بأداء مناسك الحج أيضا عندما سألت بعض الحجاج الذين قدموا قبل ربما عشر سنوات أو ربما أكثر وقدموا الآن قالوا أن الفارق كبير الأمور أصبحت منظمة بصورة كبيرة هناك تغيرات باتت الأفضل منع الافتراش هذه الجهود الأمنية تحدث إلى أن يقوم الحج بحجه بصورة سهلة واسيرة لا يكون هناك افتراش يكون هناك التزام بموقيت التفويج ومساراتها المحددة حتى لا يحدث هناك بعض الأمور التي تؤدي إلى إصابة البعض هناك الكثير من المشافل التي زرناها في ميناء والتي أخذت إجراءاتها في الاستعداد لاستقبال ربما الذين يعانون من بعض الأمراض خلال سواء يوم التروية أو يوم العيد الأضحى أو يوم التشريق الجهاد الحلالي وغيرها استعدادات مكثفة حتى يخرج الحج هذا العام بأفضل صورة ممكنة وحتى يكون أفضل من العام الذي سبقه والعام الذي سبقه هكذا هناك جهود مستمرة تقوم بها كافة الجهات التي تشارك في تنظيم الحج هذا العام هناك مؤتمرات صحفية بصورة دورية لزيادة وتحديث المعلومات فيما يخص بأعداد الحجاج أبرز ما يحدث هناك المشكلات التي قد تحدث تحذيرات للحجاج من عدم الالتزام بالتعليمات المحددة التأكيد على ضرورة مرافقة المتوفين أو الجهات أو الشركات التي يأتي مع الحجاج وأن لا يقوم أحد بترك الشركة التي جاء معها كل هذه الأمور تساعد أن يتم الحج لهؤلاء الحجيج بصورة سهلة ويسيرة وأن لا تكون هناك مشقة قدر الإمكان أشكرك جزيلا الشكر موفد الحدث أحمد بغات كنت معنا تحديدا من مداخل مكة المكرمة ووكبنا وإياك استقبال الحجيج في نقاط التفتيش شكرا جزيلا لك مشاهدين بعد أن تناولنا جديد عملية النصيرات وطرحها أمام مجلس الأمن ونقشنا التهديد الحوثي المتواصل وحثنا أيضا في أسماء المتأهلين إلى رئاسة إيران انتهت ساعتنا الثانية من التاسعة عشرة والعنوين كانت بدأت قصته بتجير مخبز وانتهت بأكبر المجازر أنه صيرت أمام مجلس الأمن وحماس تكشف مفاجأة إسرائيل قتلت ثلاثة محتجزين وحررت أربعة وجاء في التاسعة عشرة أيضا الحوثيون يواصلون التسعيد والدفاع البريطانية تكذبهم لم يستهدف ألماستنا بالبحر الأحمر وإيران تغربل مرشحي الرئاسة الستة إلى السباق النهائي